فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فهذه المبادرة السريعة من آدم وحواء إلى تغطية الأورة التي انكشفت بسبب الأكل من الشجرة تدل على أن سطر الأوراة عمر فتري مغروز في كيان الإنسان وهو من سميم فترة كما أن ذلك تدل على أن التعري والتكشف خلاف الفترة وأنه يدل على نقص الحياة وأن التعري إنما هو من أمل الشيطان وتزيينه كما قال الله تعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فالشيطان حسدهما وسعى في المكر والوسوسة والخديئة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن فالله يقول مخاكبا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فإبليس يعمل جاهدا لتعريه هذا الإنسان ومن أجل كشف أورته فهذه الآيات تدل على أهمية هذه المسألة وأمقها في الفطرة البشرية فاللباس زينة للإنسان وهو ستر لأورة الجسدية كما أن التقوى ستر لأوراتنا النفسية والفطرة السليمة المستقرة تنفر من انكشاف الأورات الجسدية كما أنها تنفر من انكشاف الأورات النفسية انكشاف الأوراسي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فالعري نانسي قنقر والتبذل نانسي قنقر فالمرأة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر السلوات المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عارية بالحقيقة لأن اللباس الشفاف يظهر أورتها بل يزيد عنها فتنة أما لو كانت هذه الأورة مقشوفة بالكلية هؤلاء توعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء توعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد بأن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فالتراجئ كل امرأة مسلمة نفسها وتنظر إلى ما تلبسه قبل أن يلحقها الوعيد ويدخل في الملابس المنهي عنها كل ما يظهر الأوراة أو ما فيه تشبه بالكافرات اتباء المودات وما استحدثوه من أزياء فاضحة وخاصة تلك التي عليها الصور لذات الأرواح كصور المغنين أو الفرق الموزيقية وقد تكلم علماؤنا رحمهم الله على مسألة لبس البنطلون للمرأة وأفتوا بحرمته لأنه يسف تقاطئ جسم المرأة وأعضاها كالفخدين والساقين وغيرها ومما أفتى بحرمة لبس البنطلون اللجنة الدائمة لإفتاء في المملكة العربية السعودية برياسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذا سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله ومعالي الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله وغيرهم ثالثا علاج الظواهر السيئة المتعلقة بلباس المرأة من إلاج أن يقوم أولياء أمور النساء بما أمر الله به فيمنعوا نساءهم من هذه الألبسة فلا يجوز لك أن تلبس محارمك شيئا من اللباس إلا تحت إشرافك والتلائك وهذه قضية يطول الحديث فيها فيمنعوا نساءهم من هذه الألبسة مو الله سبحانه وتعالى جاري بوريا نساءهم من هذه الألبسة 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 اشتركوا في القناة 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 على أن تتبع ترسليني هو أنتت باستعادة ما هذا تم القرارة لبلغاً ما ذلك وليس لدينا هو الناس ولمانا و ghettER اتدت في وضع وحاجة الناس وحاجة كم التسجوري وضع بلعب يسكن الان يصدر من كبيره فائم اي اضع د surroundsك تبعو هنا وهو من مرايس من الان الانبعس من كل تبعو هنا الآن يسكن عن هذا الصحر هذه الانبعس لم تبعو هنا فهي هذه الفارة السيدة التي ستصل على الناس إنها سببت وقال رحصة كانت يا رحل خد وقال ايهاب بمخالفة سيما الانبع ترجمة نانسي قنقر 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 كان قلت بغاق ازاجة Billboard كانت منصول هذا صنصر لماذا كنت اعطا plante المقابلة الإله balanced أنت أعطا ناوزعي من مكان مخطعي من مكان فرصيح انساني من المكان فقد أقول شيء أن يكون فقط سأكون فقط سأكون فقط فقط يا إلهي إنها مخطع إنها مخطع إنها مخطع إنها قديم أنت معي برجال井 و إعطاء هدوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر